السلام عليكم شبابي شوانكم اليوم راح اشرح طريقة نقل الصور ومقاطع الفيديو من اللابتوب للآيفون مباشرة والألبوم الصور هنا مباشرة ببداية لازم نوصل الآيفون باللابتوب عن طريق الUSB و لازم عدناها البرنامج اللي اسمه انفون بوكس هذا البرنامج راح اضع الرابط مال تأسفل الفيديو نجي نفتح البرنامج طبعا انا راح يفتحيش البرنامج بها طريقة اجي على هاي فايل بروس ارت اضغط عليها اجي على هاي بمكتوبة ملفات نظام الراو اضغط على هذا الزايد اجي على هذا الحافظة اللي اسمها دي سي ا ا ا ا ا ا اضغطهم على الزايد راح تطلع هذاني 100 أبول 139 أبول اضغط علي هذان الحافظات مال الصور داخل التليفون شوف فتحنا الصور مالاتي هسه اجي اريد مقطع الفيديو او الصورة اهنا ناحتها اجي اختار مقطع مثلا مقاطع الفيديو اضغط اهنا ما عندي ولا مقطع الفيديو موجود ما عندي عدة صور 900 او 500 او 49 صورة او ماكو ولا مقطع فيديو راح اجي هنا اضغط مقطع فيديو او مقطعي عدنا هذا مقطع الفيديو ياما اسح باب الموس او اهنا انا او امطي كوبي او اجي هنا انا لا سق مقطع الفيديو اجي لهاي الحافظة مكتوب فوتو دايت شوفها فوتو دايت فوتو دايت اضغط عليه اجي ابحث ملاف اسمه فوتو سو كيولت ها ادح هذا الملف ادليت احتفته بعد ما احدفت هذا الملف اجي اضغط ما فيديو اضغط 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 ارجع شبه ان شاء الله من جديد ارجع ان شاء الله من جديد التلفون يستواني عما يشتغل التلفون يستواني عما يشتغل التلفون ويشتغل التلفون نجي على الصور شوف راح تلقى ولا صورة موجودة تنتظر دقائق ثواني شوف راح يسوي استعادة راح يرجع يعيد كل الملفات اللي موجودة لا تخاف معلي اشي بس انتظر شوية شوف دا يعيد كل الصور مقاطع الفيديو اللي موجودة عملية متتخر بثواني يعني براح السماء ملفات اللي موجودة راح يسوي الاستعادة كلتها اللي كان بيه 549 ملف بابا هنا مقطعين فيديو اللي هنه 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 مقطعين فيديو اللي نزلت هنه من اللاب توب للاي فون قبل شوية كان ما موجودة شوف الملفات اللي صار 551 قبل شوية كان 549 اي مقطع فيديو اي صور اريدهن احددهن كمجموع كامل او ثلال اذن مقاطع فيديو كل هنه احددهن واسحابهن ولل ايفون مباشرة العملية كل السهلة او متاخذ من عندك وقت او اتمنى استفاديتم من هذا الشرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة